وبعد الوقت ايه? هنشرح تمام? اه احنا طبعا قلنا ان دعوا برعا ايه امتداد لل ايه دابلو تي. فهو بيعمل نفس الحاجات اللي بتعملها ال ايه دابلو تي بس هو بيعنده حاجات زيادة او عنده كومبوننت زيادة. فاحنا اتعرف الجزء ده على ايه هي الكمبوننت الخاصة بالسوينج تمام? اول حاجة عشان استخدمها لازم اعمل امبورت للباكيج اللي جافكس دوت سوينج تمام? طيب بيقول اه اللي حصل بزبط ان شركة نتسكيب طورت اه الانترنت فونديشن كلاس اه اه افولفت انتو سوينج تولكت ذات از ابرت اف سان جافا اه فونديشن كلاسز اللي هي جي اف سي. الفكرة انه شركة نتسكيب دي هي اللي كانت قبل كده يعني هي اللي كانت بتطور او مسؤولة عن الجافا. تمام? اه فالشركة دي لما جد طورت الاساسيات بتاعة الخلاصز الخاصة بالانترنت. اه كانت عاملة زي ايه? زي جزء كده اسمه ايه? اسمه جافا فونديشن كلاسز. او اختصار كلمة الجي اف سي. الجزء ده اللي هي طورته ده كان بيتضمن على يعني يعني ده من ضمن مجموعة عملتها شركة اللي هي طبعا او تقريبا اخدت الاسم من او يعني زي تقريبا ادت الشراكة للصنز يعني او صنز دي هي اللي جت بعد مش فاكرة بصراحة. بس باي زوايه هم شركتين هم اللي كانوا مسكين تطوير الجاوا. تمام? فالجاوا فونديشن كلاسز دي اللي هي مجموعة اللي هم طوروها عشان طوروا بيها الجاوا كانت من ضمنها السوينج. فلو اتسألت مسلا هي ايه حلاقة السوينج بالجي افسي. الجي افس دي دي اسقط مجموعة من الكلازز كانت سوينج تحتها يعني. تمام? طيب يعني ايه? مش احنا قولنا ان بتقول انا هي يعني هوفر نفس الكمبوننت اللي بيوفرها البلادفورم. فالبلادفورم عنده كزا يبقى انا هوفره لنفس الكمبوننت ولاه بيوفر. السوينج لأ مش بتعمل كده يعني مش لازم يكون عندها ايه? يعني نظيرة للنتف بتاعها اللي هو ايه البلدفورم بتاعها يعني تمام اللي هي بتشتغل فيه يعني اللي هي بتشتغل فيه كل الكمبوننت اللي هي خاصة بيه كأنها ايه بتترسم على الويندو الخاصة بيها يعني بس احنا يعني هنحتاج لبعض الوظائف يعني يعني بعض الوظائف المناظرة اللي احنا محتاجينها علشان نعرض الويندو دي اه او نعرض الرسومات على الشاشة تمام؟ يعني هي بترسم رسوماتها وبترسم بتاعتها بس هي محتاجة ايه؟ بعض الفنكشنالتي علشان تظهر الرسومات دي على الشاشة طيب ايه هي الحاجات الموجودة في السوينج ايه ابرز الموجودة فيها؟ موجودة عندها ليبل والليبل دي ممكن تكون يعني ممكن تكون ايكون انت تعرضيها على الفرين بتاعك عبارة عن صورة يعني ممكن تعرضي صورة صغيرة فيها على الفرين بتاعك او تعرضي ليبلز اللي هو الكلام يعني تكست فيلد و تكست ايريا دي عبارة عن ايه اماكن انت قدرت تكتبي فيها نصوص البوتونز اللي تشيك بوكس المينيو الكومبو بوكس اند ميني تعالوا نشوف الصورة دي فيها بعض الكمبوننت يعني ادعه عبارة عن ايه ده بوتون طب دعه عبارة عن ايه تشيك بوكس اللي هو مربح فاضي وبتعلمي فيه الراديو بوتن آآ اللي هو عبارة عن ايه بتبقى حجم دورة كده زي الليكتور ايه بتجاوب فيها في الاختبارات. بيبقى عندك ايه اكتر من التشويس وبتختاري واحد منه. لكن لما يجيلك تشيك بوكس معنان انت ايه لأ ممكن تختاري اكتر من ايجابة يعني. الليبل بقى اي كلام بيبقى موجود عندك على الفريم. ممكن كمان شايفين الصورة الصغيرة دي. ممكن كمان ايه بنحط الصور. الصور دي بنو عليها آآ عندك برضو التكستفيل 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 دل هو المربع النص تتبي فيه اسمك يعني لما تكون بتعب نموذج بتدخل الاسم بتاعك. آآ التكستقرية بقى هي مش موجودة هنا بس هي ايه مثلا لو جيت قلتلك اكتبي كومنت او تعليق او اكتبي رأيك. فبديك زي تكستفيل ده بس تكبيل شوية بيبقى ليه عرض وآآ وليه ارتفاع. تمام? فده عشان ايه? يعني لما انت تحب تكتب اكتر من سطر. فيبقى فيه تكستقر ده بتكتب فيه. ده بقى اللي انت ايه بتغيري بيه او بتتحكم فيه مسلا في حجم الفريم. الجي آآ اللي هو يعني مجموعة من الادوات تروحي للناكس لللاصة تروحي للهوم. آآ الجي كومبو بوكس دي قائمة بتضغطي كي قائمة منسادلة. بتضغطي كده على السهم. والسهم ده بيختار لك حاجات زي كده مسلا. انا هنا ايه ضغطت على السهم ده. ظهر لي الخطوط بتاعتي. تمام? دي كلها خطوط. فدي اسمها ايه بقى? بيسموها ايه? بيسموها كومبو بوكس. نفس برضو بيضغطي على السهم يظهر لك الحجم بتاع الخط اللي انت عايزي. آآ فيه حاجة باسمع الجي لست. الجي لست بتكون معروضة قدامك اصلا وانت ايه? بس بتعمل عشان تختار اللي انت محتاجات. المنيو المنيو دي اللي هي اتغطي على الزرار بيطلع لك منيو تختاري امر انت عايزيه. تمام? المنيو بار اللي هي القائمة اللي بيظهر عليها المنيو. المنيو آآ اللي هي القائمة الوحدة. اما المنيو اللي هو العنصر الموجود في القائمة الوحدة. في حاجة اسمها هنشوفه في محاضرة تلتاشر. ده عبارة عن زي ايه تطلع لك وتختار منها الالوان. زي هنا مسلا. تشوفوا هنا ايه? انا بختار اللون يعني حددت الخط وبختار اللون بتاعها. فدي اسمها ايه مسلا اسمها جي كالر تشوزر. آآ في جي فايل تشوزر اللي هي ايه اقول لنا عايز افتح لي ملف فاختار كده آآ مسلا ايه اوبن فايل اوبن. وبعدين ايه آآ لما اختار مسلا ايه ام براوز. بيطلع لي هنا ايه? بيطلع لي يقول لي يالله اختاري بقى افتح الملف بتاعي. فدي اسمها ايه? دي اللي قدامي دي اسمها اسمها ايه دي اللي عن طريقها. باختار الملفات اللي عايز ادخلها. تمام? آآ الجي تيبل ده بيكون عبارة عن تيبل بيتعرض في البيانات بالشكل ده. يعني احيانا بيكون انت البرنامج بتاعك مربوط بداتا بيز معينة فيها اسماء الطلاب. فانت عاوزة تستعرضي مسلا ايه اسماء الطلاب اللي هم جايبين في الجوفة. ان شاء الله كلكم تجيبوا يعني. فهيطلع لك جدول كده في الناتج بتاع الاجابة بتاعتك. تمام? آآ الجي تريبة اللي هي ايه زي مين زي كده لما بنيجي نفتح البروجيكت بتاعتنا. وبعدين بلاقي هنا اسم البروجيكت بنضغط على زائد. يتفرع منه ايه? او المجلدات الموجودة فيه. فدي اسمها ايه بقى? بيقولوا عليها الجي تري. تمام? دي كده تعرفنا كده على الموجودة. هنتكلم عن كل واحد فيه. مش مطلوب منك تعرفي في النظري غير ان كل واحد فيهم بيعمل ايه? لا الكود بتاعه او مسلا الكلام ده خلاص انت تطبقتيه في اللابة. في النظري ما تكون ايه? يعني عارفة الحاجات الاساسية او الحاجات العامة عن كل واحد. فنتكلم دلوقتي ايه عن كل واحد فيه? اول حاجة اللابل او اول امج ايكون. تمام? لان هما الاتنين بنضفهم على الفرين بنفس الطريقة. اللابل دي باستخدمه عشان اعمل ايه? انا عاوز اكتب على الفرين. فاكتب عليه ايه مثلا? اه يعني انا عندي تمام? اه ده فريم. اه ده فريم انا عايزة اه يعني اعمله كده عشان ايه اليوزر يدخلي فيه معلوماته. فاليوزر هيدخلي معلوماته عن طريق تيكست بوكس هيكتب كلام هنا. بس هو ابنين هيعرف ان انا عايزة يدخل هنا الاسم. فانا لازم اقول له كلام. يعني فهمتو ازاي? انا عايزة اوصل لليوزر كلام معين. فبقول له ايه? هكتب هنا كلمة نيم. بيبقى ليه ولده هنا عمل ايه? عمل انفورم لليوزر انه المفروض يدخل في تيكست بوكس ده النام. فهمتو ازاي? فدي الفايدة بتاعتو. مسلا هاجا اقول له هنا ايه? اكتب له هنا. ده الفورم بتاع التسجيل. تمام? فيبقى كده ايه? اللابل ده خلاني اوصل رسالة لليوزر انه ما يدخل حاجة معينة. يبقى لما يجب التكلم عن الاستخدام بتاعه بيقول ايه بقى? بيودي معلومات لليوزر. او بيعمل ديكوريشن او يعني يعني ديكور يعني او حاجة كويسة كده بينسق بتاعتي. طب لو انا حابت استخدمه هاستخدمه ازاي? ايه هو القلاس بتاعه? القلاس بتاعه اسمه جي لابل. تمام? اتكان ان كمان اقدر اضيف مش اضيف بس كلام لا. ما بين الاقواز بتاعته اضيف امج ايكون. يعني ايه? ايكون على شكل صورة. تمام? the alignment and relative positioning of the text an image of a label can be explicitly set. يعني دلوقتي مش انا جيت. اه خلوني اشرح هنا. مش انا جيت ضفت هنا ال label. ال label ده بقى انا عايز اتحكم في المحازات بتاعته. هتحكم في الموقع بتاعي. واعمل ايه بقى? ابدأ امسك ال label ده ك element. وابدأ اشوف ال x position بتاعه كام? وال y position بتاعه كام? وال line mint بتاعته عامل ازاي? واللون بتاعه عامل ازاي? فقدر اتحكم في كل حاجة خاصة بيه. بايه بقى? يعني بقى قلنا ما ننساش يعني الكلام ده هكتبه بشكل صريح. هكتب اوامر تعدل الكلام ده. مش ان هو بتعمل كده الواحدة اوتوماتيك. لا. لازم انا اكتب اوامر تعمل كده. طيب تاني حاجة بقى البوتونز. ازال البوتونز دي عندك منها انواع كتيرة جدا. البوش بوتونز يعني ايه? بوتونز بتضغطي عليه علشان تعملي امر معين وهو ده البوتون العادي بتاعنا. ده عبارة عن مربع. انت بتختاري اه يعني تحطي فيه صح او تحطي فيه غلط. يعني هنا بيقول ان خلال انا اقرأ التعريف بالمرة. البوتون اللي ذات كان بي توجلد او 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 يعني بتقلبي حالته. يا اما او 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 او. الراديو بوتونز دي عبارة عن مجموعة من البوتونز. ما بستخدمش ابدا راديو بوتونز لوحده. انا سألتك سؤال وعايزك تجوي اجابة من تلاتة. فبعمل ايه? بضيف لك تلاتة راديو بوتونز عشان تختاري بس واحد منهم. تمام? فهو بيقول ده عبارة عن سيت او بوتونز يعني ايه? بشكل حاصري. بتختاري واحد بس منهم. تمام? الراديو بوتونز لازم تشتغل جروب. ما ينفحش راديو بوتونز لوحده. واحد بس منهم اللي احنا بنخليه اون في وقت واحد. يعني ما ينفحش ايه? كلهم يبقون مع بعض. طب ازاي انا بعمل لهم جروب باستخدام اه حاجة اسمها ايه? اسمها البوتون جروب كلاس. بروح عنشق ابجيكت منه وابدأ اضيف جواه البوتون. بوش بوتونز اند راديو بوتونز جنريت اكشن ايفنز وين بوشد اور توجلد. يعني البوش بوتون بتاعتنا او الراديو بوتون كل دول ايه? بمجرد ما بتغير الحالة بتاعتهم اللي بيحصل بيطلع اكشن. الاكشن ده انهم حالتهم اتغيرت. شيك بوكس جنريت اا اا ايتم ستيت تشانجب ايفنت وين توجلد. لما لكن اللي شيك بوكس بقى بيجنريت ايه? بيجنريت حاجة اسمها ايه? ايتم ستيت تشانجب ده الايفنت بتاعه. ان الحالة بتاعت البوتون ده اتغيرت. تمام? يبقى ده كده ايه بيجنريت اكشن ايفنت? وده بيجنريت اا ايتم ستيت تشانج. تمام? طيب الراديو بوتون انت مش عليك كل الكود ده ابدا. انت بس ايه يعني افهمي بس كده. يعني مش تحفظي الاكواد دي ولا حاجة. يعني اتعرف ايه? هون ازاي بعمل او سوري ازاي بعمل بوتون. لو انت عندك كده ايه بوتون? والبوتون ده سي مسلا هنا بيعمل الراديو بوتون. البوتون ده يبقى مكتوب جنبيه كلمة. تمام? فالكلمة دي بتكتبها ايه ما بين الاقواص? وبتكتب كمان الحالة بتاعته فولس يعني ايه? يعني مش مختارة في حاجة. ده مسلا ايه لارج وبعدين ايه فولس. اه يبقى لارج ده برضو ايه مش مختارة في حاجة. لو كتبت ترو يبقى هوا ايه هيحطه في النقطة دي ان انا اخترته. تمام? فهنا عمل ايه? عمل ايه? واحد اسمه ايه? واحد اسمه ايه? اه ده هنا الاسمول وده الارج. تمام? بعد كده قال له يلا اد دول باستخدام المثود اللي اسمها اد. وبعد كده قال له اد اكشن عليهم. الاكشن ده عبارة عن ايه? عبارة عن طبعا احنا عارفين الاكشن اخدنا في اللاب. انت بتعملي مثل اسمها اكشن دي بتكتب جواها اه ايه الكود اللي انت عايزها يتنفذ لو الحالة بتاعت ده تغيرت. يعني هتدخل جواه للكود ده وتقوله الايه? لو اختار هتعمل كزا. لو اختار هتعمل كزا. تمام? فهو بيقول ايه احنا خلاص كده ايه? عملنا كريات انشأناهم. وبعدين اضفناهم للفريم. وبعدين روحنا عملنا لهم ايه? اكشن ده احنا بنعمله ازاي? اللي بنعمله ان احنا بنروح نعمل المثود اللي اسمها ونكتب فيها الكود بتاعنا اللي احنا عايزينه. بوت زي ان اجروب. طب لو لو حبيت احطهم جوا جروب. بعمل ايه? بروح اعمل اه ابجيبت من البوتون جروب. وابدأ اضيف دي جوه البوتون جروب ده. تمام? طيب الكومبو بوكس. احنا لسه قلنا الكومبو بوكس ده فكركم بسرعة اللي هو ايه? لما تيجي تختاري كده تضغطي على السحب ويظهر لك ايه? قائمة من العناصر. هو ده كده الكومبو بوكس. تمام? طيب اه بيظهر لك ايه? عبارة عن مجموعة من الخيارات بقائمة منسادلة. من خلالها اليوزر يقدر يختار اكتر من ايه? اه يعني كتير. يختار واحد من الكتير الموجودة. يعني لو انت جتي مسلا تشوفوا هنا انا عملت ايه? جيت قلت له ايه? انا ليه عاملة اصلا دي. اه جيت هنا كده اخترت مسلا دي وقمت هنا مختارة ايه? الخط بتاعها كزا. طب ايه ايه الخط تشوفوا انا هنا وانا مختارة الخط ده ايه اللي ظاهر عندي في في الكمبو بوكس? الحاجة اللي انا اخترتها. فهو بيقول كده هو ده اللي ظاهر عندك في الكمبو بوكس. لان هو ده اللي انت اختارتيه. يعني ايه? قابل للتعديل. طيب شوفوا كده ازاي? يعني هنا انا عايز اخط اسمه هقوم كتب ايه? شوفوا زهر للخط. يبقى انا كايني عملت او كتبت جوه وان بيظهر للحاجة اللي انا عايزاها. اه 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 انا كومبو بوكس. ده بقى بتاعه. ايه بقى بتاع الكومبو بوكس? قالك انت بمجرم ما تختاري حاجة. ففيه بيحصل. الايفنت ده اسمه ايه? اسمه اه اه يبقى ده لسه قرينه من شوية. كان مع مين? كان معه وكان معه يبقى بمجرد ما تختاري حاجة او تغير الحاجة دي. فالايفنت ده هو اللي ايه اللي بتغير. تمام? عشان لما تيجي تكتب الكود بتنادي على ده. وتشوف ايه هي بتاعته. طيب هنا ايه اعمل لك كده بسيط بيقول لك ايه? انا مثلا هنا هروح اعمل ايه كومبو بوكس جديد. اه وبقى اه هبدأ ايه الكمبو بوكس ده على الفريم. زيس زيس دي ده عودة على الفريم بتاعي. وبعدين عايز اضيف فيه الالمنت بتضيفيها ازاي? قالك بتضيفيها بالاد ايتم. يبقى ايه المثود اللي احنا بنضيف فيها الالمنت بتاعتنا اللي جوه الكمبو بوكس بقى اضيفها بالمثود اللي اسمها ايه اد ايتم. فانا كده استخدمت ايه? انا اضفت كده جواها تلات حاجات اللي هما ايتين كومبيوترز تواني منوترز تيرتي برينترز. لما اضغط على بسه. هيطلع ليه القائمة دي. الكمبو بوكس كان بيتشانج الديناميك ليه. يعني قالك ممكن ايه ان هو يتغير بشكل ديناميك يعني ممكن تغيريه اصلا جوا الكود بتاعك كمان. كمان قالك ايه انت ممكن ايه تمسحي كل الالمنت عن طريق ايه دي. الكمبو بوكس كانت بي اه يعني ما ينفعش اصل انا دي عليها اقول له امسح لي كل حاجة الا ازا كان فيها حاجة جواها. لو ما فيهاش حاجة المسل دي هتطلع لنا ايه طيب التكست فيه اللي هو ايه اللي هو مربع النص اللي احنا بنكتب جواه حاجة. ده بقى ايه لما بتيجي تضفيه بتحددي هنا ايه عدد المسافات اللي انت هتكتب فيها. انا عايز اكتب جواه هشرين حرف تلاتين حرف اربعين حرف. فبكتب بين اقواص يعني عدد الاحرف اللي ايه المفروض يكون العرض بتاعه كان. عشان اكتب فيه قد ايه. آآ علشان اكتب فيه نص واروح اجيبه وانا بكتب الكود عايز اعرف هو كتب ايه. بستخدم النص اللي مكتوب جواه. بترجع للنص اللي مكتوب جواه. طب لو انا عايز اكتب فيه نص بستخدم المثل اللي اسمها ايه? اللي اسمها خلي بالكم دي بتيجي في الاختبار. دي بتتسألوا فيها. تمام? بيحصل ايه? بيحصل ايه? بيحصل ايه لما اليوزر يكتب آآ يكتب فيه. تمام? طيب لو انا عايزة اعمل كده اقول له ايه? اقول له اكتب بتاعي. بستخدم المثل بسمها ايه? يعني ممكن اقول له ايه? يقوم ما حدد لك ايه? تحديد كده مختار لك كل حاجة مكتوبة في التكست بوكس. يعني عشان تحطي بتاعك كده انا شايفين موجود فيه موجود في الاول. طبع ازي حاضرة الكيرسر في الاول كده نديت على المثل اللي اسمها ايه? ايه? فوكس. تمام? دي كده المثل الخاصة بالتيكست فيلد. جي التكست ترجع للتيكست. بكتب جوا جواها التيكست اللي انا عايزة اكتبه فيه التكست فوكس. بتختار لي كل او بتحدد لي كله. آآ يعني المحطة اللي بتاع بتحطي الكيرسر بتاعي. فاول التيكست فيلد زي ايه? زي الشكل انا ورد كلكم ده. طيب الحاجة التانية بقى اللي هي التكست اريا. تكست اريا دي ايه فرق بينها وما بين التكست فيلد? ان انا بكتب اكتر من ساطر فيها. فلما باجي اعرفها بعمل ايه? شايفين هنا? قال لي ايه جي تكست اريا عشرة عشرين. عشرة دي يعني انا عايزاها تكون عشر صفوف وعشرين عمود. تمام? آآ طبعا انت لامع بتضيفيها ممكن تقول له ايه? انا عايز اضيف فيها سكرول بار اللي هو ده. شريط تمرير يعني عشان ايه? اطلع فوق وانزل تحت. تمام? طيب طبعا مش لازم على فكرة ايه تعرفي في كل حاجات دي بيكافي بس ايه التكست قريب. عندش مشكلة اقوله لكم. يلا خلينا اقوله على السريع. يعني ايه يعني بيسمح بانت يعني انا خلته بيسمح بالتفاف النص. يعني لو النص بقى كتير يتكمل في الساطر اللي بعده. يعني انت احيانا بتكتبي. اه مسلا ايه تكتبي كلام. والمربع خلص. فمش هيزهر فهيزهر لك شريط تمرير تحت كشان تشوف بقية كلامك. لا. انا بقول له ايه بقى? راب دي معناها ايه? خلاص انا بحديد لك العرض بتاعي عشرين. اول ما يخلص العرض عشرين ده انزل للسطر اللي بعده يكمل. دي اسمها ايه سيت لاين راب. تمام? اه دي لو انا عايزة اشوفوا دي اللي هي ايه سيت سكرول بار. دي لو انا عايزة اضيف السكرول بار بتاعي. فالسكرول بار ده لما بيجي اضيفه. يعني شوفوا هنا ايه فيه وفيه هوروزنتل. يعني رأسي وهوروزنتل يعني ايه افقي. طيب انت عايزة تضيفهم امتى? فبتكتب هنا انت عايزة تضيفهم امتى? يعني مسلا السكرول بار ده نضاف. ماشي? لانا ما كتب له هنا ايه كلمة يعني دايما نضفهولي. فعلى طول ضافه. بالرغم ان انا ايه ما عنديش اصلا يعني كلام تحت عشان انزل يعني. مالوش داعي يعني صح ولا لأ? لكن هنا مسلا قلت له ايه? قلت له نيفر. دي معناها ايه? لا ما اضفهوليش يعني اللي هو السكرول بار اللي تحت ده. يعني هنا مسلا ما راحش رسملي ايه? ما عمليش هنا سكرول بار تحت. مش هيضيفه غير ايه? اذا الكلام بتاعي كان ايه? كان كبير. وانا اصلا قلت له هنا لأ اعمل رابل التكس. تمام? فهنا انت بتتحددي السكرول بار بتاعتك تظهر ولا ما تظهرش? اه تظهر امتى? كده يعني انت بتغيريها من الماثود دي. اه برضو هنا ايه? اه لأ جيت كونتنت بان ديت للبانل عشان تضيفي فيها ده. هنا بيضيفها فين? بيضيفها في السنتر واحدة بيضيفها في الساوس. دي لسه هناخدها ايه بعد شوية. تمام? اه بس المهم ايه ما تركزش في الحاجات دي او منش بيسأل فيهم يعني. طيب بقى اللي ده عبارة عن ايه? عبارة عن مربع كده صغير. احنا بنحط فيه اما صح اما بنشيل الصح بتاعته. تمام? ده لو انا جيت كتبت كده قلت له ايه? بعدين هيعمل ايه? هيعمل لي مربع ويكتب لي جنبيه كلمة طيب هنا بيقول اه انا هنا ايه? قلت له يعني شوفوا بقى ده الهندل الهندل يعني لما اشيل الصح بقى او احط الصح ايه اللي بيحصل? فهو بيقول لا يعني انت بتروحي تعمل لي ايه مثل بسمها ايه? تمام? هي مش بعملها هي الميثود دي موجودة اصلا. الميثود دي موجودة في تمام? اه بت لم يعني انا بقول له ايه? لو كان بتاعي ده لو انا اخترته. مسلا خلي كلمة ايه? او المتغير ده اللي هو اه ده ده كود انا كتبته يعني مش حافظة ده مسلا او حاجة. بس هو بيقول لك ايه? انه جوه الميثود دي. تمام? جوه الميثود دي كده. هو بيكتب هنا الكود اللي هو عايزه. يعني لما يحصل تغيير انت عوزني اعمل ايه كده يعني? تمام? فهو بيقول طب مين اللي بيساعدني عشان اعرف كده? بكتب اسم اللي بتاعي. تمام? وبنادي على الميثود اسمها ايه? اه يعني خلي ده في علامة صح. طيب يعني شيل علامة الصح من جوا. ده انا بعمل الكلام ده امتا? لما اضيف بتاعي. انا عايزه يكون بشكل افتراضي فيه صح ولا مش فيه? تمام? طيب الجيلست بقى. دي اللي هي ايه قائمة? بتظهر كلها قدامي كنت بتختاري منها. الجيلست دي بدي اعمليها ازاي? بتروحي تعملي ايه المصفوفة من القيم اللي انت عايزة تدخليها جواه. تمام? وتروح تعملي دي وبين الاقواص هنا تكتبي اسم المصفوفة بتاعتك اللي انت عملتيها. يبقى انا هنا ايه كتبت هنا المصفوفة ايه كتبتها? ودخلت فيها العناصر وبقى انا قلت له اعمل لي والليست دي ايه? اضيف لي فيها العناصر. نفس الميثود بتاعت ايه? بتاعت والسيت وتتحكمي في بتاعك بالشكل ايه? بالشكل ده. طيب ايه تاني? قال لي يعني انت عايزة كم صف يظهر? انا عايزة اربعة. فآه اربعة دي اه خلاص ظهر لي كده اربعة. ممكن اخليه خمسة ستة فيظهر لي كل العناصر. طيب السيلاكشن مود اللي هو ايه? بيقولك مسلا هنا ايه? يعني ايه? يعني تقدر تختاري حاجة واحدة ولا تقدر تختاري اكتر من عنصر. فانت هنا بتحددي بتاعك. يعني عايزة تختاري كم جوه القائمة دي. كده احنا خلصنا الجزء ايه? بتاع السوينج. آآ فين الجزء بتاع السوينج هنا? هتلاقيني ايه? حطاهولك هنا وحطالك كل الاسئلة اللي طبعا مجمع من اسئلة الواجب ومجمع من اسئلة اختبارات قبل كده وكوزات. هتلاقينا حطالك على الجزء ده برضو. يعني بعد ما انا خلاصي مزاكرة الجزء ده هتحل الاسئلة اللي عليهم. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.